مدعوون إلى أخذ العبرة من وحدتهم هذه بمزيد من هذه الوحدة التي تنتظرها كل شعوب المنطقة وكل أحرار العالم ينتظرون هذه الوحدة لأنها قوة في القرار وقوة في الذات الفلسطينية وفي هذا الوقت أحيي الأخ عباس زكي الذي حاول أن يجدد فينا الأمل في عودة حركة فتح التي كانت تأسى حربة النضال الفلسطيني إلى موقعها الثابت والصحيح وبوصلتها نحو رفض هذا الكيان الصهيوني ورفض التواجد أي اتفاقيات معه كلنا جميعا هنا ونقول للأخ عباس زكي ولحركة فتح كلنا جميعا ننتظر هذه العودة بهذا الحضن الوطن العربي الكبير لهذه الحركة لنقول جميعا أن وحدة الشعب الفلسطيني على أساس المقاومة على أساس النضال هي البوصلة الوحيدة التي ننتظرها جميعا الأمر الأخير وهذا اللقاء الذي جاء تحت عنوان المتحدون يجب أن يواجه صفقة القرن التي إحدى ركائزها التطبيع وهذه دعوة لنا جميعا ولهذا اللقاء لأن يتبنى إعلانا